اتشارك لك بتعمل مدرسة ولا حاجة زي كده؟ لا أنا بالفعل الحمد لله ربنا وفقني وعمل مدرسة لا قم تحكي لي احنا عاملين مدرسة لما ربنا وفقنا واسسنا نقابة عملية للإنشاد سنة 2014 اكتشفنا ان اغلب المنشدين المتواجدين على الساحة وكلهم موهبين ومقاومتهم كبيرة جدا ولكن للأسف ينقصهم حتة الخبرة الدراسية والثقافة الإنشاد فطبعا يعني احنا الحمد لله ربنا وفقنا وطلعنا على نهج المشايخ القدامة مثل الشيخ علي محمود وشيخ زكريا أحمد ومولانا الفشن والبهتيم وشيخ سلام حجازي وكل المشايخ القدامة كانوا يعني كان منشد مثقف مش منشد هاوي أو عادي بالعكس ده احنا اغلب الملحنين الكبار مثل عبدالوهاب ومثل الصندات ومثل أم كلسوم وكل الناس القمات الكبيرة اللي عملوا ثورة في الحان وعملوا ثورة في الغناء تربوا على ايد مشايخ فده يورينا قوة المنشد وثقافته المنشدين كان لهم أثر كبير في مؤتمر 1932 ده اللي هو كان لتقعيد المقامات الموسيقية على مستوى الوطن العربي فطبعا للأسف في الفترة الأخيرة اكتشفنا أن المنشدين ما يعرفش هو صوته حلو وحافظ حاجة لسيدنا النقشبان دي حافظ حاجة لسيدنا محمد الكحلاوي يطلع يقولها ولكن بيقول من مقام إيه بيعمل إيه ممكن أي موسيقى معي وديه ويجيبه أي لخبطه هو عنده الموهبة الأولية بس الموهبة وحدها لا تكفي لأن برضو العلم والدراسة ليهم دور كبير في احتواء يعني أنا حتى دايما بقول لإنشاء المنشدين في المدرسة عندي بقول لو أنت هتختم من مقام الراست مثلاً وبتقول طلع البدر علينا وجاء صاحب الحفلة وجاء لك أنا عاوز قمر طلع البدر علينا ممكن أنت بتختم مثلاً من مقام السيكة أو من مقام الهزام أو من مقام الراست وصاحب الحفلة عاوز قمر وقمر دي من مقام البياتي وعندك مشكلة أكبر لو ما خدتش باقي حسابك فأنت ممكن لو ما قلتش قمر مش هتقبض فلازم تقول قمر فتعمل إيه؟ في الحالة دي لو أنت بتقول من مقام الراست يبقى هنطلع درجة ونعمل مقام البياتي أو نطلع راست الصول لو أنت بتقول مثلاً راست الآسف لو بتقول راست الدو تطلع من بياتي الصول من جنس الفرع وتعمل البياتي وتقول قمر أو تصور من نفس درجة الراست وتعمل بياتي وتقول قمر وآخر الحفلة تأخذ باقي حسابك وطبعاً لو هو مش دارس ومش عارف مش هياخد باقي حسابه ومش هيعمل الكلام ده فالموضوع مهم الدراسة مهمة ترجمة نانسي قنقر